ذكرت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية أن الزعيم الكورية الشمالية كيم جونغ أون التقى بوزير الدفاع الروسية سيرجي شويغو وأشرت الوكالة إلى أن اللقاء الثنائي من شأنه أن يعمق العلاقات بين البلدين وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زيارة وزير الدفاع الروسية تأتي على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين ليوم النصر المقرر اليوم في العاصمة بيونج يانج أعلن وزير الدفاع كوريا الشمالية الاتفاق مع موسكو على تعزيز العلاقات العسكرية جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع الروسية سيرجي شويغو في العاصمة بيونج يانج حيث أكد على أهمية تكثيف التعاون مع روسيا ضد ما وصفه بالهيمنة الأمريكية وأشدد وزير الدفاع الكوريا الشمالية على دعم بلاده الكامل لمعركة روسيا من أجل حماية السيادة موسيقى